السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة في الحقيقة آخر 48 ساعة اللي يعني غيبتنا ظروف المرض وكل الشكر الكل اللي سألوا علينا في اليومين اللي فاتوا عندما توقفنا عن نشر حلقات جديدة ألف شكر للجميع وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا جميعا مبايعة الإمام المهدي عبر هذه المنصة بإذن الله وعبر هذه القناة بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم في اليومين اللي فاتوا في أحداث كبيرة حصلت لعل يعني أهمها تصريحات ملك الأردن الأقل ما يقال عنها أنها تصريحات مخزية وبيبرر فيها الفشل والتخازل وهنستعرضها والكارثة اللي حصلت في السعودية كل يوم جديد كوارث جديدة في السعودية وأخطر ما في هذه الحلقة الأمر أكبر من الحج يا أحباب تفاصيل خطيرة جدا تعالوا نبدأ الكلام بتاعنا على بركة الله الكارثة الكبرى في السعودية في عز مموسم الحج شغال رسميا افتتاح ملها ليلي في الرياض رسميا بيع الخمور بنقصين في البيرة في بلاد الحرمين الحاجة الغريبة جدا اللي احنا بنستغربين لها إن بقى فيه جراءة وبقى فيه غياب العقل وغياب الحكمة يعني أنا دايما بقول الناس اللي موجودين في السعودية دولة المسكين الحق كأن يعني كأن عقولهم ذهبت يعني مش عارفين إزاي بيفكروا إلا إذا كانوا خلاص أعلنوا الحرب على استوابت ده اللي احنا شايفينه افتتاح الملاهي والأماكن اللي فيها معصية وعلى الجانب الآخر الناس شغالة في الحج يبقى أنت كده عايز تطلع فلوس من الحج وعايز تطلع فلوس من الملاهي والكلام دوت يبقى كده ضاع الدين للأسف الشديد ومحدش يطلع لازم البني آدم يبقى عنده إحساس ويعني زي بيقولك يبقى عنده حياء لأن الحياء شعبة من الإيمان لو طلعت دفعتي يبقى أنت موافق على هذا الكلام وإيه وعا تقول لي أن بلاد الحرمين بخير لا هي ليست بخير بكلام واضح ولازم الدعاء يطلعوا أنتوا عارفين طبعا الدعاء ما بيتكلموش ليه لأن الدعاء كل سنة ما شاء الله بنلاقيهم طلعين في الحج والعمرة مخالفة للقوانين بيستسنوهم وعلشان يسكتوا ما يتكلموش ما يتكلموش عن هذه المنكرات التي لا ترضي الله وعشان كده بتليهم كل سنة مشرفين في الخيمة بتاعة عرفات المكيفة في الحج والعمرة ويعني للأسف الشديد مش عايز أقول أن ده السكوت ده التمن بتاعه علشان لا يمنعه من الدخول إلى هذه الأراضي للأسف الشديد كمان تعالوا نشوف الكرسى الكبيرة جدا جدا أنا قلت لكم من فترة من سنتين أن كل سنة إما بيشدوا في إجراءات الحج الهدف مش الكلام اللي هما بيعلنوه النظام والانضباط الكلام ده غير مقنع السنة دي بقى في حاجة كبيرة جدا في حالة رعب بالمعنى الحرفي للكلمة وصل لنا من ناس موجودين في قلب بلاد الحرامين ناحية الرياض وناحية جدة وعلى مقربة من المدينة وعلى مقربة من مك أن بيعملوا إيه دلوقتي أنت عارف طبعا الحج بدون تصريح منعينه وفي ناس طبعا طلعت دفعت عن الموضوع ده قالك من الناحية النظامية خلاص ماشي ما عندناش مشاكل مع أن الموضوع مفوظ سنة شرعي أن أنت تمنع حد أن هو يذهب والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحج آخر الزمان هيبقى للأغنياء فقط وللملوك تنزهن فإذا ظهر ذلك فانتظروا نجم له زنب من السماء طبعا الحديث دي الشيوخ مش بيطلعوها ما علينا برضو مش موضوعنا لكن أخطر تطور في الأيام القليلة الماضية أن بدأوا يقتحموا البيوت على الناس وبيفتشوا طبعا كل ده تحت زريعة إيه إن إحنا بنفتش على الناس المستخبيين لغاية ما يبدأ موسم الحج عشان يحجوا بدون تصريح وبدون ترخيص بدأوا يقتحموا البيوت يا ترى هم خايفين من إيه خايفين من إيه حالة الرعب الكبيرة ديت من إيه مش قادرين يستنوا الناس ما أنا عايز أقول حاجة أنت دلوقتي بتقول إن الحكاية كلها عشان الحج غير الشرعي أو الحج بدون ترخيص زي ما أنتوا بتسموه طيب الجميع في طواف القدوم هيبقى يوم التروية موجود هيبقى موجود في مكة تقدروا بسهولة إن انتوا تعملوا التفتيش دا وتناك إيه الداعي لاقتحام البيوت على الناس طبعا أنا متأكد إنها هيطلع الزباب وهيقولك الكلام دا مش عليه دليل لا الكلام دا عليه دليل وفيه فيديوهات ليه لحظات الاقتحام ومنتشرة على مواقع التواصل يعني مش الشيخ تامر مخبيها لا دي موجودة دي موجودة ولو دخلتوا هتلاقوها إيه السبب وإيه الداعي كلنا عارفين رعب وخوف من ظهور الإمام المهدي ديت وجهة نظري وإن خابة ظني دي إجراءات غير طبيعية فيها مبالغات كبيرة جدا يدل إن الموضوع زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر الموضوع في إنا تعالوا كمان نشوف للتصريحات بتاعت مالك الأردن الغريبة جدا مالك الأردن معالين علي الفولت زي ما احنا عارفين وبيهددوه بأخوه الأمير حمزة علشان كده لازم كل فترة يطلع يبدي ولاء الطاعة للبعدة للأسف الشديد أقول هذا الكلام فطالع في تصريحات أقل ما يقال عنها أنها مخزية بيقول إن أهم حاجة عندي الأردن يعني وإمن الأردن هو أولا وأخيرا عندي يعني عايز يقول للناس إن غزة متهموش ده كلام واضحة هو مش محتاج أي تبرير ومش محتاج أي تفسير للأسف الشديد التصريحات دي تندلت تدل على عجز وتدل على اعتراف بالفشل وإن هما مش قدرين يديروا أي حاجة وهوسكتين عن عجز وسكتين لإن هما أضعف إنه بعتوا كرتونة زيت ولا شربة ماء للناس فضلا إنه هما يغيثوهم ويساعدوهم وساعدة حقيقية للأسف الشديد وأنا عايز أقول لكم كلام عشان نبقى كده صادقين مع بعض ممكن واحد أردني يطلع يقولك طيب والجزائر ومصر واليمن صحي كده كلنا ذلك الرجل خلاص كده ارتحت كلنا ذلك الرجل عشان في التعليقات مفيش أردني أو يمني أو جزائري أو سوري أو يعني أو مغربي نفضل نزايد على بعض فكلنا ذلك الرجل بارك الله فيكم أيها الأحباب عودة بإذن الله إن شاء الله لحلقات البس المباشر بعد دقائق حلقة من العيار السقيل بإذن الله تابعونا بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا